الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كذب السمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهتري لهم من باقيه وجيه أفرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطيه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ ترابيه إنا لما طغى الماء أحملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحده فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هني أم بما أسلفتم في الأيام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه قدوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر